دكتورة ده حط نظام او دعا الى تطبيق نظام ده معروف يعني في التربية اسمه الروبريكس الروبريكس معناها قواعد التصحيح يعني قواعد التصحيح يعني انا لما صح ورد ايابة الطالب حيبقى معي القاعدة دي اللي هي بتقولي الطالب ده لو عمل في السؤال واحد اتنين تلاتة ياخد الدرجة كاملة لو هو عمل واحد واثنين ومعملش تلاتة ينقى الزرق لو هو عمل واحد ومعملش اتنين وثلاثة ينقى الزرقين وهكذا طيب ايه اللي هيحصل بقى في الانتحانات السؤال لما قال يا عزيز يوسف حيتصور ويتبعت عن طريق التابلت لتنين مصاحين مستقلين ولا يعرفوا بعض تمام بعد كده كل واحد منا يقدر الدرجة بتاع الطالب ده في السؤال طيب انا وانت اختلفنا في حدود نص درجة يتحسب للطالب الدرجة الاعلى يعني حريقة تده اتنين ونص وانا اتنين لا ياخد اتنين ونص طيب لو اختلفنا في درجة كاملة نجيب مصاح ثالث هو اللي يبقى الحاكم الفاصل اللي باني يرجح بالزبط كده طيب دي حاجة تانية حاجة تالتة كانت اسئلة السنة اللي فاتت لأسف يا عزيز يوسف فيها مش عايز اقولك عدم تدقيق لغوي تام بمعنى ان حريقة عارف علامات الترقيم الهمزة والفاصلة وكام ده احيانا بيحصل كان السنة اللي فاتت بيحصل الهمزة او الفاصلة ما تكونش موجودة فده بيغير معنى الكلمة دكتور رضا حجازي امر السنة دي ان هو شك اللجنة لمراجعة الاسئلة اللغويا طيب ايه مشكات حاص السنة اللي فاتت برضا وحنا نتجنبها السنة دي ان فاندم كان ساعات اللي بيحط الاسئلة هو اللي كان بيحدد الاجابات هنا كان فيه اشكالية كان اوزيز يوسف يوم كنت لقى الاربع اجابات كلهم صح وكلهم بيحملوا نفس درجة الاحتمال ان هي بتبقى اجابة صحيحة لدرجة ان حررت لو جبت اي سؤال وعرضت وعلى ثلاثة معلمين خبراء في كل مادة هتلاقي كلهم معلم يختار اجابة بقى غير التاني فديهم اشكالية فعمل ايه دكتور رضا حجازي امر بتشكيل لجنة من عشر خبراء يعملوا اوزيز يوسف بعد ما الامتحان عشان طبعا سيدات الامتحان ما ينفعش يشوفواها بالامتحان بعد ما الامتحان يطبق على الطلبة يجيبوا لوراة الاسئلة ويحددوا الاجابة الصحة ويبقى لازم يكون فيه اتفاق ما بينهم اشتركوا في القناة